السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخ انا حامل ودخل على الشهر السادس وعندي ابن عمره سنة ونص يبقى عندها ابن عنده سنة ونص هل يا جوز في طامو دلوقتي ولا حرام طبعا في حاجات كتير الستات عندهم بعض الاشياء اللي هم في ذهنهم جاية جاية بتتكلم على ان اذا هي حملة خلاص لبن الرضاع بيتلوث ارجوكم بلاش المعلومات دي تاخدوها من بعض لازم تسألوا الاطباء وخاصة اطباء النساء والاطباء المتخصصين في فترات الرضاع والحمل فاذا الطبيب قالك ان ده فيه ضرر على الطفل الرضيع اه افتمين ويبقى ده من باب ارتكاب اخف الضررين لكن لو هو قالك وانت تتحملي لان كمان بييجي الحمل بييجي معه شوية متاعب والرضاعة كمان مش زي ما الناس الرجالة طبعا الرجالة زينا كتير بيشعروا بان الرضاع ده ده ايه ده ده ما فيش اي حاجة ده ده انت بصحتك بتبقى احسن لا الرضاع فيه رضاع فيه تعب وعشان كده وعشان كده اذا كنت انت تعبانة ومش قادرة مع الحمل او كان الطبيب قالك ان فيه ضرر على ابنك الرضيع ان انت تردعي وانت حامل الفطام ده بيبقى من باب ارتكاب اخف الضررين ويبقى ده جائز يبقى هو اذا كان ده في مصلحة الطفل او كان في مصلحتك انت يجوز الفطام وليس عليك اسم بالشرطين دولة السؤال اللي بعد كده الحل انا محتاجة قرد ابني ابني بيت والقرد حرام والبنوك الاسلامية ما عندهاش قروض الحل ايه الحل ايه اول حاجة بس عشان بس الامور تكون واضحة انت عايزة تبني بيت فمحتاجة مال عشان تبني البيت ده لما اتروح للبنك البنك اللي اتاخد منه المال اللي انت تبني بيه البيت كأنه مول بناء البيت يبقى حاجتين عندنا عندنا تلات حاجات اذا كنا بناخد الفلوس علشانها يبقى اسمهم تمويل لشراء سلعة لعمل خدمة لتمويل مشروع التلاتة دولة اسمهم تمويل اما وانك انت عايزة تبني بيت فدوت عشان خدمة البناء البناء ده خدمة فانت مش قادرت تعمل الخدمة دي فجاه البنك ومول الخدمة دي فيجوز ان انت تاخد فلوس من البنوك اللي عندها هذا النوع من المال اه يجوز ويجوز لك ان انت تاخد ده وبالمناسبة الاوراق بتاع اخذ هذا المال بيبقى موجود فيها الغرض الغرض موجود فاكتب الغرض ان انت تبني بيت كده ده يبقى دوت اسمه تمويل الغرض ده تبقى اسمه ايه اسمه تمويل ولذلك ده جائز وما فوش شيء ان انت تاخد المال من اجل ماذا من اجل تمويل بناء البيت وده جائز اه جائز وده مش ربا لا مش ربا لان دوت شكل من اشكال التمويل وان شاء الله ربنا يباركلك ويديكي الخير والنور والبركة ان شاء الله السؤال السؤال اللي بعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ زوجتي لا تكلم امي بسبب المشاكل العائلية ومش عارف اصلح ما بينها هي واخواتي اعمل ايه ده واضح ان المشكلة مش بس ما بينها وبين مين مش مشكلة مش بينها وبين مين بينها وبين والدتك بس ده بينها وبين اصلتك كلها احنا عناعمل تلات اجراءات الاجراء الاولاني ان انت ببساطة خالص تمنع التواصل تمنع التواصل بينهم والحضور بينهم لمدة تصل الى شهر فيوقف الكلام ده يوقف الكلام ده وتتواصل بينهم ده تاني حاجة تبتدي مشروع لنقل اخبار حسن عن كل واحد فيهم تقولهم والله اللي حصل ده حيلة حيلة لطيفة اه حيلة لطيفة حيلة دي جائزة جائزة طبعا ودي من المواطن اللي نص عليها حضرت النبي ان انت ممكن تعمل كده وتروح لولدتك تقولك سبحان الله تخيالي يا والدتي الشهر اللي انتو بعدتوها عن بعض او الشهرين او التلاتة اللي انتو بعدوه مع البعض هي بتقول لي والله انا حسن اي ده وكأني غايبة عني والدتي والله ده بتقول ده والله انا ما كنتش عرف ان انا بحبها او كده يا رب ربنا بس طيب قلبها علي وتعرف ان انا بحبها وتروح لولدتك ودي من عند والدتك تقول لها سبحان الله قالت ايه ده بتقول عليك دلوقتي انا بحبها اوى عشان الكلام اللي انت بتقوله عنها بتقول ان هي بترضيك وبتقول ان هي بتحبك تصدق انا حبتها يمكن ما كنتش واخدة بالي ويمكن ما انا كنتش مركزة اوى عشان هي ما كانتش بيبان عليها عشان هي عصبية بس الحمد لله بينا عليها بقى الطيبة الكلام ده يبقى تاني حاجة لازم تعمل الطيب خطرهم من بعض وبكده تصلح ما بينهم دالت حاجة بقى ان انت تتعلم بصلاح الحال وتتعلم بصلاح البين وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويكتب لهم الخير